مارسل كولور عمل جلسة مع لعيبة فريق النادي الأهلي لشرح الأخطاء اللي وعد فيها اللعيبة خلال مباراة الاتحاد السكندري واللي فاس فيها المارد الأخضر بنتيجة 3-0 وشدد المدير الفني على ضرورة التزام كل لعب بالدور المكلف بيه طول أحداث المباراة اللي هيلعبها الفريق مع فيوتشر المسؤولين في نادي الزمالك متمسكين بجميع اللعيبة المقيدين في قيمة الفريق ورفض المسؤولين رحيل أي لعب خلال المركاتو الشتوي في ظل العروض اللي وصلت لعدد من اللعيبة المتقلقين طبعا في صفوف الفريق خلال الفترة الحالية ونروح للأخبار العالمية والاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن إقالة فرنادو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي بعد رحلة طويلة على رأس الجهاز الفني اللي استمرت من سبتمبر 2014 والحد نهاية مشوار المنتخب في نهايات كأس العالم 2022 النجمة حكيم زياش لعب منتخب المغرب ونادي تشيلسي الإنجليزي وجه رسالة للجماهير المغربية بعد الخصارة من فرنسا وقال أنا فخور جدا بفريق المنتخب المغربي المزهل قدمنا كل حاجة لحد آخر لحظة وكل ده ما كانش هيتحقق من غيركو كمان أوجه النجمة أشرف حكيمي لعب منتخب المغرب ونادي باريس تانجيرمان الفرنسي رسالة للجماهير المغربية بعد الخصارة من فرنسا وكتب حكيمي على حسابه موقع تويتر وقال الحلم انتهى في دور نصف النهائي خرجنا ورصنا مرفوعة وهنستمر في العمل وهنبزل كل جهدنا من أجل هذا الوطن مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع زملائنا